اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم حديث عراقي طوال الواحد عشرين سنة التي مضت منذ عام 2003 لحد الآن كل القوى التي حكمت العراقية نفسها في العملية السياسية كل قادة العملية السياسية وكل أفرادها كل قواها شخصيات وحزاب وميديشيات كل هذا كلهم يتحدثون ما لا يفعلون يتحدثون عن قيم وهم يتصرفون عكس هذه القيم تماما يشتمون الفساد وهم أكثر الناس فسادا يطالبون بالنزاهة وهم يسرقون يطالبون بالعدالة وهم ينتحكون حقوق الإنسان وحقوق البلد وحقوق كل شيء ويستولون على حق الناس كلها يتحدثون بالدين وهم لأبعد عن الدين لاحظ المصيبة الكبيرة يتحدثون عن السياسات الحكيمة وهم أبعد الناس عن السياسات الحكيمة يتحدثون عن الحكم الرشيد وفي العراق رؤوسك رؤوس عديدة تحكم العراق وليس رأسا واحدة وكل الرؤوس الكبير من رأس الحكومة وأقصد بالرؤوس هذه الميليشيات والقوى والتجار وإيران وأمريكا أيضا كل هذه الرؤوس تحكم العراق وأضعفهم هو رأس الحكومة هذا رأس منفذ مضحوق عليه وبالتالي ومحسوب عليهم وهم كيف بالمنصب هذا واقع الحال فترجع المقولة اللي تقول فاقدوا الشيء لا يعطيه فاقدين النزاهة لا يمكن أن يعطونا نزاهة ولا يعطونا إلا فساد فاقدوا القدرة على البناء لا يعطينا إلا خرابا فاقدوا القدرة على تقديم الخدمات للناس لا يعطينا إلا خرابا فاقد القدرة على صيانة حقوق البلد وسيادته واستقلاله لا يمكن أن يعطينا سيادة واستقلاله لا يمكن إلا أن يكون تابعا للآخرين لذلك العراق بلا سيادة ولا استقلال بلا وهذا الكلام يجعلني أني يتحدث به هو حديث الزعيم ما يسمى بإتلاف النصر ومرة أخرى مثل الحلقة السابقة هم يختارون أسماء غريبة عجيبة الحقيقة لا تدل عليهم ائتلاف النصر أي نصر؟ ما معنى النصر هذا؟ يعني خليقلونا شنو معنى النصر عندهم؟ ما هي مقومات النصر؟ شنو شكل النصر؟ وما هي شروطه واشتراطاته؟ وما هي دواعيه؟ حتى نفتهم النصر لإئتلاف النصر هذا لأنه دمر الموصل ولأنه ندخل داعش ونخلى البلد يعني سداح مداح للأرهاب وغير الأرهاب والعصابات والقتل والفساد والخراب منه ما هو قبل هذا خلنا نتحاسب على هذا وبعدين نتحاسب يعني هذا المنطق أنتو يعني سوون المصيبة وبعدين من تلغى المصيبة تحملونا من نية تحملونا الشعب أنه أنتو خلصناكم المصيبة ومن جاب علينا المصيبة اللي جابة على الشعب والوطن أنتو فبالتالي عموما هاي قضية النصر مثل الحلقة الأخرى السابقة اللي تحدثنا بها عن تيار الحكمة مع الأمر الحكيم فهذا زعيم تيار النصر حيدر العبادي اللي كان رئيس وزراء من عام 2014 لغاية 2018 تحدث أيضا مناسبة ما أدري أكو مؤتمر دي هو يقولون هذا المؤتمر لغيره إصلاح العملية السياسية وتقديم وجه آخر العملية سمع معه بهذا الشكل المهم فاتحدث قال بالنص أن العمل السياسي الناجح لاحظوا يقول أن العمل السياسي الناجح هو تقديم مصلحة الشعب على الانتماء الحزبي الله هو أكبر إذا كنتم تعرفون هذا هو واقع حاله وهذا الحقيقة من يدخل نفسه وطني شرط أن يكون وطني وعراقي أصيل وهذا ينطبق على كل دول العالم وإنما تشان حتى بالواق واقع من يكون من هذه الدولة وطني إلها ومخلص إلها يتحدث بهذا الشعب عندما يكون وطني ويدخل بأي حزب كان فهو يفضل مصلحة الشعب هو جاي من أجل مصلحة الشعب وانتماء الحزبي فيما بعد أنتم قدمتم حتى الانتماء الطائفي على انتماءكم للوطن أنتم بالوظائف عملتكم السياسية مبنية على المحاصصة هذا شيعي وهذا سني وهذا كردي وهذا عربي وهذا الكلام وهذا الصحيح كل عملتكم السياسية مبنية على هذه القضية تتحدثنا عن مصلحة الشعب على انتماء الحزب أي مصلحة؟ وأي مصلحة حقفتوها من عام 2003 إلى حد الآن؟ دعوني يقولوني شنو شكل العراق الآن؟ مش قد تخلف العراق عن العالم خلال هاي الواحد وعشرين سنة؟ تخلف قرن من الزمان؟ ربما أكثر والله فدائما ما نقول فاقد الشيء لا يعطيه فأنتم يعني تحدثونا عن 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 أساسيات في الحياة وأساسيات في العمل السياسي وأنتم لا تطبقونها وليس لكم علاقة ذيها نعم العمل السياسي الناجح أن يقدم كل فرد في أي حزب في أي تنظيم سياسي في أي في أي تنظيم اجتماعي وخدمي يقدم مصلحة الشعب على انتماء لهذه المنظمة لتلك المنظمة حزبية خدمية أي كانت يقدم مصلحة هل هذا ما يحصل في العراق؟ هل هو حيدر العبادي جزء من هذه القضية؟ كان هذا مؤتمر لتيار تيار داخل هذه الاتلاف النصر اسمه وطنيون طبعاً اختارونا اسماء غريبة عجيبة يعني الحقيقة تثير تثير نشمئزاز تثير حساسية عندنا كلنا العراقيين وكل الناس وطنيون تيار وطنيون المنظوي تحت اعتلاف النصر هاي وطن شنو هاي الوطنية؟ شنو شكل الوطنية؟ شنو معايير الوطنية اللي تفتهموها؟ اللي وصلت العراق إلى تابع ذليل لإيران ولأمريكا ولغيرها من أجل أن تقعدوا على الكراسي الحكومة؟ في كل العالم هو المعارضة تعارض نظام لا تعارض وطن انت معارضت الوطن والشعب وعارضت الأرض وعارضت كل شيء كل شيء كل مقدسات وكل قيم بالعراق عارضتوها من أجل كراسيكم وصفقت للمحتل واعتبرتوه محرر أليس هذا الذي حصل؟ ما إحنا كنا أحياء وكنا شهود عليه؟ بعد أن تجوا نتحدثون هذا الكلام الكبير يقول فضلا عن أصلاح الوضع السياسي الغاية من عند هذا المؤتمر وتغيير حقيقي في العملية السياسية نحذر تغيير حقيقي في العملية السياسية برمتها فضلا أصلاح الوضع السياسي والتحرك بالعراق نحن مستقبل أفضل الله هو أكبر هي العملية السياسية يعني ممكن أن تصلح إذا تغيرت العملية السياسية يجب أن تتغيروا كلكم لأنه من جاءوا بالعملية السياسية ومن يشتغلوا على ومن حموا العملية السياسية هذه البائسة التي وصلت العراق إلى الحضيظ أنتم فإذن يجب أن تحاسبون أنتم ويجب أن تخرجون يجب أن يجي جيل وطني يحب العراق عراقيين ما عدهم هذا الشيعي وهذا السني وهذا كردي وهذا عربي هذا عراقي وعدهم دستور عراقي مبني عن مكونات مبني عن مواطنة ويتحدثون بلغة عراقية ويحبون الكردي اللي بالجبل ويحبون العراقي اللي بالجنوب الهور ويحبون البصرة ويحبون بن الرمادي ويحبون بن الديالة و بن الموصل و بن النجف و بن كربلا و بن ديوانية و المثنى و الكل سواسية و العدالة قائمة هذو اللذي يجون يحكمون يسوون تغيير بس أنتم متقدرون يسوون تغيير لأنه واحد عشرين سنة انتم تمسكين بالكراسي والي فايدتكم بها وربحكم كثير و يا ريات وصلت بها العالم الناس الان تقول لكم نهزموا و اخذوا الفلوس اللي اخذوها و اخذوها روحوا بس خلصونا وصلت الى الدرجة وصلت العالم لهذا المستوى اتحدثت لي عن العمل السياسي الناجح هو تقديم مصلحة الشعب على انتماء الحزبي هذا الكلام الكبير هذا خلول الناس اللي وطنيين الناس المخلصين الناس اللي عادهم قيم مونتو ونتحرك بالعراق نحو مستقوى الافضل هو منو خلى العراق يتخلف خلى يتخلف بالتعليم بالخدمات الصحية بالخدمات العامة بالسياسة بالاقتصاد بكل شيء بالامن بالجيش هذا الجيش يشوف الجيش شوفوا كم جيش عندنا قيمة حتى للرتبة العسكرية ما ضلت قيمة الملابس العسكرية الجميلة اللي كان العراق يفتخر بيها من هدوم الجندي لهدوم اكبر ضابط يفتخر بيها ويشوفها مهابة وخليته لههبة الناس تخافوا من السلاح اللي موجود ميليشيات وميليشيات اللي تحكم لا عدالة ولا منطق ولا تصرف وبالتالي يتحدثونا عن ان العمل السياسي الناجح هو تقديم مصلحة الشعب على انتماء الحزبي هذا صحيح لكن موعدكم وانتم متقدرون تطبقوا لان ما جئتوا هذا البرنامج انتم جئتوا من برنامج اسم الخراب واسم السرقة والفساد هذا واقع الحال فبالتالي هذا الكلام الكبير لا يليق بكم وهذا يليق بالشرفاء يليق بالوطنيين وفاقدوا الشيء مرة أخرى ومرة أخيرة فاقدوا الشيء لا يعطيه وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم